السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعة للقرآن ومتابعة القناة من الآخر وخلاصة. لو اول مرة زر في القناة تشتري في القناة بتقطع الزر الاحمر. اسأل الفيديو واختبع الاشتراك واسبسكرايب واعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس لسلك كل جديد باستمرار بازن الله تعال. معكم محمد نور الدين خلنا نتكلم عن ترتيب فرقة دور السعودي دور كأس الامير محمد بن سلمان السعودي وترتيب الهدفين. ونتائج المباريات من بداية الجولة السادسة يوم الجمعة سبعة واشين حدواشر الفين وعشرين. وحتى نهاية مباريات اليوم الاحد تسعة واشرين حدواشر الفين وعشرين. طبعا في مبارتين ما تلعبوش مبارات النصر ومبارات الهلال. طبعا عشان كان بيلعبوه في كأس الملك وفاز الهلال اتنين واحد في كأس خدم الحرامين الشرفين. خلنا نتعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة حتى حتى هذه المباريات اليوم يوم الجمعة 27-11-2020 الشباب فاز على دمق 2-1 الاتحاد فاز على القادسية 1-0 ويوم السبت 28-11-2020 العين فاز على الرائد 1-0 اليوم الأحد 29-11-2020 التعاون تعادل أمام الاتفاق 1-1 والوحدة فاز على الباطن 3-2 وأهل جد السعودي فاز على الفيصالي 2-1 بالنسبة للترتيب الجدول الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 29-11-2020 الشباب في المركز الأول ب14 نقطة الهلال في المركز الثاني ب13 نقطة ولعب 5 مباريات فقط أهل جد السعودي في المركز الثالث ب13 نقطة الفتحة في المركز الرابع ب10 نقاط من 5 مباريات فقط الرائد في المركز الخامس ب10 نقاط الاتحاد في المركز السادس ب9 نقاط الفيصالي في المركز 7 بتسع نقاط عندنا التعاون في المركز الثامن بتسع نقاط الباطن في المركز 9 ب7 نقاط القادسية في المركز العاشر ب7 نقاط الاتفاق المركز 11 ب7 نقاط العين في مركز 12 ب6 نقاط الواحدة في مركز 13 ب6 نقاط أبهى في مركز 14 ب4 نقاط من 5 مباريات النصر في مركز 15 ب3 نقاط من 5 مباريات وضمك في مركز 16 والأخير بنقطة وحيدة أما عن ترتيب هدافة الدور السعودي بعد مباريات اليوم في صدرات هدافة جدول الدور السعودي بعد مباريات اليوم عمر السومة في مركز الأول لعب الأهلي أهل جد السعودي ب4 نقاط فتساوى معه رمارينيو لاعب الاتحاد وسوفيان بندبة كلاعب الفتح وديمتري بتراتوس لاعب الوحدة وفابيو أبرو لاعب البطن وفي مركز الثاني علي الزقعان لاعب الفتح بثلاثة أهداف وبفتين بيجوميز لاعب الهلال وفيليب كيس لاعب الاتفاق وسفير تايدر لاعب العين وتورك العمار لاعب الشباب وجولو تفاريز لاعب الفيصالي وفي مركز الثالث أندريا كاريو لاعب الهلال بهدفين وكريستيان جوانكا لاعب الشباب وكارلوس استراندبرغ لاعب أبهى وإيميليو الزلايا لاعب دمك يوسف نياكاتي لاعب الوحدة وحسن العمري وحسن العمري لاعب القادسية أيضا وبرهيم الشنيحي لاعب دمك وكريم البركاة ولاعب الرائد ومراد بطنة لاعب الفتح خلنا نتعرف سريعا على ترتيب صنوع الأهداف في صدرة صنوعات الأهداف بعد انتهاء مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدور السعودي المركز الأول عبدالله الحمدان لاعب الشباب بسلاسة أهداف المركز الأول أيضا بفتنبي جوميز لاعب الهيل صنع صلاسة أهداف أيضا وخوانبي لاعب العين وعبدالعزيز البيشي يأتي في المركز الثاني لاعب الاتحاد صنع هدفين هو والكسندر متروفيتش لاعب الأهلي ومحمد حرزان لاعب ضمق أيضا في المركز الثاني صنع هدفين ويوسف الجبلي لاعب الباطن وأرنود سوتشين لاعب الرائد وحسين العيسي لعب الوحدة وهشام فاي لعب الفيصالة وصلح الجمعان لعب أبها وعمر لعب الفيصالي وفي المركز الثالث إيفير بنيغة لعب الشباب صنع هدف وأحمد جابر لعب الوحدة وماركو مارين لعب الاهلي وسعد الخيري لعب الباطن وسمو الأوسو لعب الاهلي وتوفيق بوحاميد أو بوحيمد لعب الفتحة والشيميري لعب الباطن وريحي لعب الباطن تابعي الكرام كان معكم محمد نوردي من قناة من آخر وخلاص اشترك في القناة بدخطع الزر أحمر أسأل فيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب ارزع عليك من تل الفيديو وعمل لك الفيديو وفعل زر الجرس لسل لكل جدد بالاستمرار نراكم فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته